بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أرحب بك عزيز الطالب في الوحدة الخامسة من وحدات هذا المقرر وهي تتناول المكروه والحرام نبدأ بالمحاضرة الأولى وهي تتناول موضوع المكروه يأتي معنا أولا تعريف المكروه والتمثيل له فنقول المكروه معناه في اللغة القبيح يقال كرها الأمر أي قبح وكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه وأما المكروه في الاصطلاح فهو الفعل الذي طلب الشرع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم ومثال المكروه الذهاب إلى المساجد والمنتديات العامة ممن أكل ذاريح كريه كثوم أو بصل حيث ورد النهي عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته أما الصيغ والأساليب الدالة على المكروه فمتعددة منها أولا صيغة النهي إذا اقترنت بما يدل على الكراهة كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وهي قوله تعالى وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ كثرة السؤال وإضاعة المال أما حكم المكروه فنقول فاعل المكروه لا يستحق العقاب وقد يستحق اللوم والعتاب ذكر العلماء أن المكروه يطلق عند الحنابلة أحيانا ويراد به الحرام وهذا كثير في كلام الإمام أحمد والمتقدمين من أصحابه ومن كلامه رحمه الله في ذلك أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان وقد وقع ذلك أيضا في كلام الشافعي أيضا فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أنا أكره هذا وهو يرى حرمته وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كما يطلق المكروه ويراد به المكروه تنزيها ومن كلام أحمد رحمه الله في ذلك أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار وكراهة ذلك عنده إنما هي للتنزيه لكن إذا ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل في الخارج على التحريم ولا على التنزيه فعلى ما يحمل فيه وجهان الوجه الأول أن ذلك يحمل على التحريم وقد اختار هذا الوجه الخلال وتلميذه عبد العزيز وابن حامد الوجه الثاني أنه يحمل على التنزيه واختاره جماعة من الأصحاب ويطلق المكروه عند الفقهاء ويراد به المكروه كراهة تنزيهية فيراد به المكروه الذي هو قسيم الحرام وهو ما ترجح تركه من غير وعيد فيه على فعله وأما المكروه عند الحنفية فنقول قسم الحنفية المكروه إلى قسمين المكروه تحريما والمكروه تنزيها أما المكروه تحريما فهو عندهم الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل ظني لا قطعي كالبيع على بيع الغير والخطبة على خطبة الغير قال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه وحكم هذا القسم عندهم أن فاعله يستحق العقاب وإن كان لا يكفر منكره لثبوته بدليل ظني القسم الثاني عند الحنفية وهو المكروه تنزيها والمراد به عندهم ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف مثل أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ومثل الوضوء من سؤر سباع الطير وذلك عندهم وحكم هذا القسم أن فاعله لا يذم ولا يستحق عقابا على فعله وإن كان فعله خلاف الأولى معنا الآن مسألة متعلقة بهذا الموضوع وهي مسألة الأمر المطلق هل يتناول المكروه وقد ورد الخلاف في هذه المسألة على مذهبين المذهب الأول أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه وهذا مذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وكثير من الشافعية والحنابلة وقد استدلوا على هذا المذهب بأدلة منها أولا أن حقيقة الأمر لاستدعاء والطلب والمكروه ليس مطلوبا ولا مستدعا وإنما هو منهي عنه نهيا غير جازم فلا يكون مأمورا به لتنافي الحقائق الدليل الثاني أنه تقرر في موضوع المباح أنه ليس مأمورا به وإذا كان المباح غير مأمور به فالمكروه أيضا غير مأمور به من باب أولى لأن المكروه يزيد عن المباح أنه منهي عنه وليس كذلك المباح فإنه مخير فيه المذهب الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجصاص من الحنفية وذهب إليه أيضا بعض المالكية والحنابلة وقد استدلوا على مذهبهم هذا بأدلة منها الدليل الأول أنه يجوز أداء صلاة العصر بعد تغير الشمس فهو مأمور به شرعا مع كونه مكروها وقد أجيب عن هذا الدليل بأن الأمر والكراهة لم يجتمع هنا لأن الكراهة ليست في صلاة العصر بل في تأخيرها لما في ذلك من التشبه بعباد الشمس الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب أن الأمر الوارد في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يتناول طواف المحدث فإنه صحيح عند الحنفية مع الكراهة فيكون المكروه مأمورا به وجدير بالذكر أن هذا مذهب الحنفية في المسألة حيث لا يشترطون في صحة الطواف الطهارة على خلاف ما ذهب إليه الجمهور حيث يشترطون الطهارة في صحة الطواف وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن لا نسلم أن الكراهة في الطواف لأن الطواف تعظيم للبيت وإنما الكراهة في الحدث والحدث ليس من الطواف فما وقع فيه الأمر ليس مكروها وما وقعت فيه الكراهة ليس مأمورا به لأنه أمر بالطواف ولم يؤمر بالحدث والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة وهذا الخلاف خلاف معنوي ترتبت عليه ثمرات منها أن المكلف لو طواف بالبيت على غير طهارة فهل يكون طوافه مجزئا أو لا قولان في المسألة فأصحاب المذهب الأول يرون أنه لا يجزئه هذا الطواف وأصحاب المذهب الثاني يقولون بالإجزاء ترجمة نانسي قنقر